أختي حامل في الشهر الخامس وهي بتعمل متابعة الأشعة وهي بتعمل متابعة الأشعة أظهر التشوهات في القلب ربنا يعافيها رب والطبيب بيقول لازم الجنين ينزل فما حكم الدين في هذا بعد الشهر الرابع لا يحل لها تصرف قبل كلام الفقهاء أنه ممكن في استثناءات لكن إذا انتهى الشهر الرابع وخلص يعني 120 يوم لا يحق لها يوم واحد أن تقدم على هذه الخطوة إلا لو في خطورة على وفاتها إذا يضحى بالجنين حتى لو سليم بصالح الأم لأن حياة الجنين مظنونة وحياة الأم حياة متيقنة يقدم اليقين على الظن جزاكم الله خيرا حتى المقولة التي تتقال زمان دي جاية من العرف وهي في الشرع في الشرع تتطحية بالجنين رحنا بالجنين عشان الأم أنا طبعا بتتقال سخرية رحنا بالجنين والممرضة والأمة عشان الدكتور يعيش ده شؤون سخرية ده لكن أنا أصدي على العرف اللي هو كان بتقال في الأصل ده شرع أصلا شرع نعم تمام أهزاكم الله خير